اشتركوا في القناة هل فعلا هذا التنظيم لا يعتمد على احد انما يمول نفسه من خلال ابار النفطة التي يسيطر عليها ام هناك دول تمول هذا التنظيم وتتلاعب به وتستخدمه كورقة سياسية عان العراقيون كثيرا من هذا التنظيم وويلاتها ان يطلوا هذا التنظيم برأسهم من جديد على العراق لمناقشة هذا الملف واحتمالية عودة هذا التنظيم الى العراق لا سامح الله رحبوا معي بضيفه من بغداد بن نائب عمانويل خوشابة رئيس كتلة الرافدين النيابية حضرة النائب مرحبا بك اهلا وسهلا بك وايضا بمشاهدي قناة التغيير حياك الله حضرة النائب هناك ملف امني بدأ يتم مناقشته في جميع الفضائيات وبدأ مطروحا من عودة هذا التنظيم الارهابي الى الساحة العراقية من خلال الضغط عليه في سوريا وبدأ بالنزوح باتجاه العراق وما حدثت من عمليات امنية في صحراء الانبار وقتل لبعض المدنيين العزل في تلك الصحراء هل هو عجز الحكومة العراقية على القضاء عليه بشكل كامل ام قدرة التنظيم على التعايش وعودة تنظيمه من جديد واكتمال تنظيمه ليطل برأسه وهو منك مخاوف من عودة الجيل الثالث لهذا التنظيم في البداية طبعا نحيي القوات الامنية اللي ده ساهم بالقضاء على هذا التنظيم الارهابي الذي مثل ما تفضلت به في بداية حديثك وقلت انه عانى العراقيون هو مو بس عانى العراقيون عانى كل دول العالم من هذا الفكر المتطرف الذي لا ينسجم وواقع مجتمعنا العراقي حقيقة في مسألة تنظيم داعش وهزيمة تنظيم داعش نعم داعش هزم عسكريا هزم عسكريا في العراق وكانت آخر معاقله في سوريا ايضا هزم هذا التنظيم وما هذه الاجراءات اللي تشوفها يعني ياخذ اسرى من ابناء والمدن العراقية المحاذية للصحراء الغربية هذه ما هي الا رفسة ميت حقيقة هذا الحديث لانه القوى الامنية قادرة على ان تتعامل لكن المشكلة ليست في العمليات العسكرية احنا بحاجة الى جهد استغباري قوي وبحاجة الى هزيمة الفكر بالفكر وليس لا يمكن هزيمة الفكر المتطرف بالعمل العسكري بحاجة الى جهد استغباري من حيث يمكن لنا ان نستقصي لكل من دعم او فكر او كان مشاركا مع تنظيم داعش الارهابي لانه داعش ما تبخر يعني الالاف المؤلفة اللي كانت كان يتباهى بها وجيوشها هذه ما تبخرت في ليلة بين ليلة وضحاها بسقوط وماذا نسمع من انباء وبيانات القوى الامنية نلقي القبض على فلان على الامير الفلاني على الشخص الفلاني على كذا مجموعة ما هي هذه الا نتيجة عمليات الجهد الاستغباري وفي المقابل نحن بحاجة الى مسألة هزيمة الفكر المتطرف وايضا نبذ الفكر المتطرف نبذ الفرقة في المجتمع العراقي نبذ الارهاب قبول الاخر هذه الامور اللي ديعيش من خلالها تنظيم داعش الارهابي هذه الامور كلها بمقدورنا وفق اسس علمية صحيحة انه نقبل الاخر نعم ونعود بالمجتمع العراقي الى اسسه التي بني عليها اللي كان اساسه مجتمع متسامح مجتمع منفتح مع الجميع وليس مجتمع مغلق ويكفر ويدين الاخر ولكن هذا الفكر يحمل ايدولوجية ارهابية لم يحارب ايدولوجيا وانما حورب عسكريا انا مثل ما قلت في بداية الحديث فكر داعش موجود في بطون الكتب وهذه الكتب ما لم يتم بالمقابل وجود كتب اخرى تدعو الى الوسطية في الاسلام تدعو الى القبول الاخر تدعو الى بناء مجتمع مشارك مجتمع يقبل الاخر بما هو عليه ليس بما انت تريد ان تفرض عليه لا يمكن ان نهزم هذا الفكر ولنا في تجارب الدول العديدة اللي استطاعت انه تهزم الفكر بالفكر الفكرة لا تهزم الا بفكرة لا تهزم بالعمل العسكري احنا العمل العسكري متما تحركت خلايا داعش نستطيع انواجهها وايضا هذه مبنية على الجهد الاستغباري احنا بحاجة الى مكننة او ادخال التكنولوجيا الحديثة في كل بفاصل الامن والجهد الاستغباري كي نتمكن اولا حماية حدودنا وثانيا تنظيف من الداخل من كان بهذا الفكر اكيد هناك قاعدة بيانات اساسية لدى الاجهزة الامنية بإمكان التعامل معها هل اهمال المحافظات التي حررت ربما تساهم في ان تكون فريسة مرة اخرى بيد هذه التنظيمات الارهابية ممكن تستغل لكن لا انا بتصوري الشخصي لا يمكن ان يعود تنظيم داعش كما كان في عام 2014 ولكن لو عدنا الى 2014 كان سيطرة داعش على ثلاث محافظات مستحيل لكنها حدثت حدثت لانه كانت هناك ظروف محيطة ظروف دولية ظروف اقليمية ظروف داخلية كلها كانت تتجه بهذا الاتجاه نحن لنتحدث بتلك الشفاف يعني هناك ظروف موجودة في بعض المحافظات ظروف موجودة في بعض المحافظات قد تشبه الظروف السابقة واثيرت هذه المخاوف تم التعامل معها والاجهزة الامنية وايضا الاجهزة الرقابية ومجلس النواب والحكومة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كلها تسخر امكاناتها من اجل انه الظروف هذه لا نجعلها هي اللي تسيطر وبإمكاننا انه نجعل الظروف آمنة للمواطنين المواطن ماذا يرغب؟ يعني كي لا يستغل من قبل الفكر الارهابي المتطرف يا اخي نوفر امكانات نوفر اعمار نوفر عمل لقمة الخبز يأكلها وهذا ما يحتاجه الانسان الحراقي ما متطرف بطبعة يعني هذه الامور من البساطة انه ممكن السلطة التنفيذية وبهذه الامكانية اللي توفرت لها من خلال المبالغ المرصودة في الموازنة بإمكانها انه توفر كل شيء لكن والعافية على سبيل المثال العراقي الدارجي والعافية درجات نحن نسعى الى انه يكون البناء من اساسها من اجل ان لا يكون للفكر الارهابي مكان في عقلية المواطن العراقي طيب احنا هناك بعض الملامح ربما كشفتها يعني عملية دخول داعش إلى بعض المحافظات على سبيل المثال قضية سبايكر التي قتل فيها عدد كبير من الجنود العزل في منطقة سبيكر كلهم كانوا من طائفة واحدة وهذا يؤشر خطأ كبير من يتصور ان داعش كان يمثل طائفة لا 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 انا لا اقصد لا اقصد لا اقصد هذا لا لا اسمح لي حضرة النائب الخطأ الخطأ ليس عند داعش ليس عند داعش داعش لا يفرق بين الطوائف الذي الجنود كانوا من طائفة واحدة دليل على انه كانت التعيينات تتم لا 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 كانت التعيينات تركز على طائفة واحدة من الجنود لا سيد المحاور اساسا تنظيم داعش كله خطأ من اساسه هذا واحد ثانيا مسألة مسألة انه داعش كان يمثل داعش دا يمثل الفكر المتطرف داعش خرج من بطون الكتب هذا واحد اما انه يكون اليوم اليوم وداعش يعني شهدان شهدان اللي موجودين من كل العراق يعني ابن البصرة روت دماؤه في الموصل وايضا ابن الموصل روت دماؤه في الانبار الانبار روت دماؤه في صلاح الدين وديالة احنا العراق هو هذا العراق يمكن انه تكون اغلبية يعني مثلا في المناطق الشمالية موجودة ضمن القوات العسكرية في المكان الفلاني وايضا يتعرضون الى الاستشهاد اثناء تحرير العمليات وهذا موجود ايضا اذا الدماء العراقية روت كل العراق كل ارض العراق يعني ما هي مسألة انه داعش اراد اراد ان يخلق الفتنة اراد ان يخلق الفتنة هذه الفتنة كي يستفيد منها انت تعرف خفافيش لا يمكن ان تعيش في على ضوء الشمس الخفافيش تعيش في ظلمة الليل وهؤلاء كانوا خفافيش ويعيشون في ظلمة الليل حتى من دا يغدرون بالمواطنين انت تشوفهم ما يقدرون يقابلون الاجهزة الامنية يغدرون يغدرون غدرا بالمواطن العراقي عزل طالعين دا يغذون دا يطالعون تشوفهم من من الارض ويغذوهم ويعني اين البطولة في هذه اين 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 الشجاعة واين النبل في هذا الفكر هذا جايين بس يريدون يرهبون الناس وضاقوا العراقيين ذاقوا الامرين من هذه من هذا الفكر لذلك نبذوه اساسا منبوذ هو لدى الكل منبوذ نعم طيب هناك امر يخص الضباط الذين سلموا محافظات لتنظيم داعش لم يتم اتخاذ اجراء بحقهم يعني مهدي الغراوي الذي سلم محافظة نينواء الى تنظيم داعش لحد الان لم يتم حكمه ولا سنة واحدة هذه المسألة هي كثير من القضايا بحاجة الى يعني احنا اتصور لجنة التحقيق التي كانت مشكلة في مجلس النواب ايضا السلطة التشريعية ادت عملها ورفعت التقرير هذا هو عملنا تبقى الامور الاخرى هي بالاتجاه لدى القضاء والقضاء العسكري وايضا السلطة التنفيذية شنه هي اجراءاتها احنا من جهتنا دنخلي المسألة وعملنا ما هو على عاتقنا المفروض اللي يبكن على عاتق الاخر يكمن على عاتق الاخر هو ياخذ اجراءاته فهذه الامور بحاجة الى التحريك بهذا الاتجاه وليس بمسألة اتجاه شخص واحد او اسم معين او حالة معينة احنا بحاجة الى مراجعة شاملة كي نصل لانه مسألة سقوط ثاني كبريات المدن العراقية بيد تنظيم رهابي ليست بهذه السهولة ان تمر بهذه السهولة بحاجة الى 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 وقفة جدية بحاجة الى الى معالجة الكثير لانه احنا دا نتحدث الان وانت تعرف كل الزين وايضا المواطن والانسان اللي دا يرى هذا اللقاء يعرف انه احد اسس ما جرى في الموصل وما جرى في نينوى وصلاح الدين والانبار كان هو الفساد يا اخي كان هو الفساد الذي نخر في عظم الدولة العراقية وبالتالي مكن الارهاب بهذا ولكن هناك انباء من الموصل تقول من انه عملية الفساد في الاجهزة الامنية ما زال موجود مشخصة 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 واظن انه مشخصة واظن انه رئيس اركان الجيش بصحبة قيادات عسكرية عليا في الدولة العراقية يعني كانت في زيارة الى محافظة نينوى قبل ايام وبالتأكيد عدهم علم وايضا لجنة تقص الحقائق المشكلة من قبل من قبل مجلس النواب وانا شاركت في في العديد من الاجتماعات هذه اللجنة ايضا مشخصة لكل الحالات السلبية كل الحالات السلبية اللي تحدث في محافظة نينوى مشخصة وسترفعها بتقريرها خلال فصل التشريع الثاني وان شاء الله تكون هناك امور وحلول للكثير من القضاء ما هو النظام العسكري لو لم يكن له نظام رادع بالتأكيد سيكون هناك تسيب لو لم يجدوا انه مهدي الغراوي يعني عندما سلم الموصل حوكم بالخيان العظمى لكان رادع للاجهزة الامنية الموجودة لما يرون انه مهدي الغراوي لم يحصل على شيء سلم الموصل وهو موجود لم يتعرض لشيء بالتأكيد سيكون هناك تسيب انا حقيقة يعني ما مسألة شخص اين كان احنا بحاجة الى اعادة شاملة والنظر بشمولية اكثر لكل القضايا يعني ما مسألة بس الفساد في المؤسسة العسكرية يعني حقيقة انت تعلم والمواطن الكريم يعلم الفساد ينخر في الكثير من المفاصل واحنا بحاجة الى الوقوف على كل هذه المفاصل اللي ينخر بها الفساد لانه هو آفة ثانية وهو الآفة التي التي اتت ب يعني التي سهلت عملية اسقاط المحافظات وبالتالي كان حتى تحريرها غالي ثمن بدماء الآلاف المؤلفة من ابناء شعبنا اللي الشهداء اللي روت دماءهم هذه الارض المطهرة الارض المقدسة العراق احنا بحاجة الى انه يكون عندنا تلك الشجاعة وهذا ما ننتظره حقيقة من السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تكون بتلك الشجاعة ان تؤشر على مكامل الخطأ اين هو مكامل الخطأ وبالتالي معالجة الخطأ وعدم تركها بابا يدخل منه كل فاسد ويتدخل منها الرياح السوداء ولكن هناك قيادات عراقية وايضا مراكز دراسات اجنبية تقول من انه هناك تشكل لعودة تنظيم داعش من جديد الى العراق كلها تقول من انه التنظيم يعود الى العراق من جديد حقيقة انا يعني استغرب يعني انا استغرب انه احنا نعلم حق العلم انه اولا الجيش العراقي وقوات الحدود والحجد الشعبي يضاف لها التحالف الدولي كلها موجودة على الحدود بين العراق وسوريا ومن يقول انه صار هناك تسلل او حدث هناك تسلل لعدد من الارهابيين هذه مثار شك حقيقة مثار شك لانه ما ممكن انه كل هذه القوات موجودة في وتحرص هذه الحدود وثم يحدث تسلل اذا هذا الخرق الذي يصير من اين من اين يأتي هذا الخرق علينا ان نعلم من اين يأتي هذا الخرق سواء كان يعني في قبل يومين وثلاثة كان هناك اكتشاف لقنوات او او لانفاق ما بين ما بين العراق وسوريا بحيث حتى السيارات تتفوت بها يعني يعني هذه كارثة اذا احنا بحاجة الى استخدام التكنولوجيا لمعرفة او يعني خلنقول الكاميرات الحرارية لمعرفة اي تحرق يصير واحنا قادرين يعني العراق ليس لا لا باستطاعته ولكن بحاجة الى تفعيل يعني في حدة جلسات قيلة انه جلسات لجنة تحقيق محافظة نينوى المشكلة من البرلمان رئيس جهاز المخابرات طلب نصب كاميرات حرارية على حدود محافظة نينوى وبإمكان انه بجهد اقل يعني بجهد شخصي او الاشخاص والعسكري اقل انه ممكن نحمي حدودنا بالكامل يعني هذه الامور بحاجة بحاجة الى انه تكون موجودة على العرض يعني كل هذه الامور التقارير الدولية وايضا القينا 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 القبض على فلان وفلان وفلان وكذا ان يحاسبوا على كل تقرير يخرج بهذا الاتجاه انت ملقي القبض على خمسة من الدواعج بالمنطقة الفلانية اين هم اين يعني احنا بحاجة الى هذه المراقبة وهذا وهذه اخبار كل يوم تظهر كي لا تكون كي لا تكون مجرد مجرد بيانات لذر الرمات في العيون وانه احنا دا نشتغل وبالتالي الفاسيو قاع بالراس ما علاقة يعني نشاط تنظيم داعش بالمطالبة بخرج القوات الامريكية من العراق هناك من يربط يربط مطالبة القوات الامريكية بالمغادرة مع نشاط داعش ويقول من انه الامريكان لهم علاقة بنشاط داعش لانه طالبناها بالخروج يعني حقيقة انا لست مع هذا الرأي انا مع الرأي انه الحكومة العراقية هي التي تقدر السلطة التنفيذية هي التي تقدر مدى حاجتها الى المستشارين الاجانب او القوات الامريكية او قوات حلف الناتو او التحالف الدولي بضمنها كانت فرنسا او غيرها مدى حاجتهم الى 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 هذه القوات من عدم حاجتهم وانا ذا انه اساسا العراق موقع يعني عملية انسحاب القوات الامريكية من العراق منذ عام 2011 احنا بحاجة انه السلطة التنفيذية لانه مباشر مع الحالة هي في تماث مباشر مع الحالة انا ذاك بالامكان انه اذا الحكومة العراقية طلبت انا ما اتصور انه هم راح يبقون واذا اذا قالت الحكومة العراقية انه هي بحاجة فالحاجة اللي تكمن بها هم ذكروا ذلك لكل حادث حديث وما قالوا اذا طلبت الحكومة العراقية طلبت منها المغادرة سنقادر شكرا لانه عمانويل خجابة رئيس كتلة الرافدين النيابية كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم مستمرون مشاهدين كرام معكم ولكن بعد هذا الفاصل الفساد في العراق هكذا تسبب الفساد الاداري بتفاقم معاناة اغلبية العراقيين نحو 60% من موظفي الخدمة المدنية في العراق يتعاطون الرشوة بحاسب برنامج الامم المتحدة الانمائي يتردد 66% من الموظفين في الابلاغ عن حالات الفساد التي تقع في اماكن عملهم لم يبلغ سوى 4.5% من الموظفين عن حالات الفساد نسبة الرشا في بغداد تبلغ نحو 29% وفي المحافظات الاخرى 10% واقليم كردستان 3.7% الفساد متغلغل في قطاعي الشرطة وموظفي العقارات ما يزيد عن 54% من العراقيين يرون ان الفساد في ازدياد مستمر والمواطن العراقي يضطر الى دفع الرشاوة حوالي 4 مرات في العام اسباب تفاقم تعاطي الرشوة النقص في توفير الخدمات الاساسية للمواطن العراقي توظيف 30% من موظفي الخدمة المدنية دون الخضوع الى اختبارات الرسمية ارتفاع نسب الفساد الاداري في العراق والتزايده باستمرار هل ستنتهي ظاهرة تفشي الفساد والرشا في العراق ام سيبقى الحال على ما هو عليه اذا مشاهدين كرام ما زلنا معكم في هذه الحلقة والتي نتناول لغز داعش وصبر العراقيين هذا الصبر الذي طال مع هذا التنظيم الارهابي من يقف خلف هذا التنظيم هذا اللغز مع أننا نتعايش للأسف مع هذا التنظيم الارهابي ولكن لحد هذه اللحظة لا نعلم من يقف خلف هذا التنظيم كيف يعيش هذا التنظيم بيننا من حيث لا ندري من أين يمول نفسه كيف يعيشون لماذا هذا العداء القاسي يعني لماذا فقط على العراقيين لماذا يتم اجلاءهم وعودتهم إلى عودة هذا التنظيم من سوريا إلى العراق لماذا نمى هذا التنظيم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ العراق هل فعلا سيعود التنظيم إلى العراق لا سامح الله من يمول هذا التنظيم ما هي العناصر التي تجعله قويا لماذا الأجهزة الأمنية لم تستطع لحد هذه اللحظة من الإجهاز بشكل كل على هذا التنظيم لماذا تم إعلان النصر وتوقفت العمليات ضد هذا التنظيم هل العراق هو الأقدر على القضاء على هذا التنظيم نحاول مناقشة هذه الملفات مع الدكتور كاظم خضير عضو المجلس الإسلامي الأعلى دكتور كاظم مرحبا بك مرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم ومشاهدك حياك الله حياك الله دكتور كاظم دكتور كاظم يعني الله حياك يعني نحن نقول من أنه لسنا نحن ونماء الجميع متخوف من عودة هذا التنظيم للعراق وهناك من يقول لا التنظيم لن يعود إلى العراق يعني لو عدنا إلى 2014 أيضا كان لا يعقل أنه بضعة مئات يسيطرون على ثلاث محافظات أيضا كان لا يعقل نعم ولكنهم سيطروا نعم حقيقة الأمور يعني والإعلام مرات مو بالضرورة أو الإشاعات تضطي حقيقة الواقع اللي دي يصير احنا مرنا بتجربة مريرة عندما اختصبت داعش محافظاتنا العزيزة الموصل وصلاح الدين والأنبار نتيجة لعدم دقة المعلومات أو قد يكون شيء آخر حقيقة الأمور الآن بالشارع البغدادي وبعض الإعلاميين دي يصرحون بعض السياسيين أنه يعني مو داعش هي اللي دتقوم بهذه العمليات إنما جهة أخرى خارج القانون منفلتة عصابات أسباب تجارية أخرى بس يعني حقيقة الأمور الظروف الموضوعية لدور حول العراقية واحدة منعتهم هروف داعش من سوريا الأوضاع في ليبيا هذه كلها عوامل تخلي الإنسان يفكر بشكل جدي وبشكل منطقي إنه قد تكون توجهات داعش للعراق أقرب من بلد آخر على اعتبار ضيق القناق عليهم في سوريا ومن الممكن عودة الإرهاب وممكن عودة داعش العراق من كلا التسلل وواقع الحال القوات الأمنية الموجودة على الحدود وداخل المحافظات المحاذية للحدود السورية دايقون القبض على بعض الدواعش هذا دليل جرم مشهود وهذا دليل واضح وحجة ما تقبل التأويل أنا أتوقع أنه مسألة داعش بدأت تعود وعمليات اللي تحدث الآن في الوقت الحاضر في المحافظات قد تكون قليلة لا سامح الله أنا أتوقع له إذا لم يكن هناك حزم من القوات الأمنية واعتماد على الاستخبارات بجوء الاستخباري واستخدام الأجهزة بشكل دقيق للمتابعة ومعرفة تحرقاتهم الأساس في هذه العملية هي موضوع الاستخبارات ومن الصعوبة أن قطاعات عسكرية تقدر تحقق حالة عدم تسلل بعض الإرهابين إلى العراق ولم تكن هناك معلومات استخبارية لأنهم قد عرفوا الوسائل وعرفوا الطرق التي يمكن الوصول منها إلى العراق ودخول المحافظات وقد انتقلوا للحويجة وقد انتقلوا لمناطق أخرى من بغداد وظهرت في ديالة ما دام هناك حاضنة ومن يهيئ مستلزمات العمل الإرهابي ويقوم بإغفاء الإرهابيين مشكلة الأساسية عندنا في الأول استخبارات داخل المدن الحواضن إذا سطعت يصير حالة تنسيق بين الجهات المحلية والحكومة الاتحادية وقوات المشتركة ومكافحة الإرهاب وشرطة الاتحادية وقطاعات الجيش لم يكن هناك تعاون وتنسيق وحزم وسرعة أنا أتوقع أنه الأمر ما رح يكون طبيعي جدا وقد يفاجأ ببعض العمليات طيب يعني هل يعني إهمال هذه المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية هل هو ساهم ببقاء حاضنة جيدة لتنظيم داعش يعني من الصعوبة بمكانة طاقجي يعني يشبها على حكومة هي تريد الوضع يستقير هي تريد الوضع الأمني يكون بحبوحة من الأمان وعدم القلق ورفع هواجس الخوف عن المواطنين بهذه المحافظات فمن الصعوبة بمكان أن نطلقي الشبهة أو هي توصيف الحكومة الاتحادية الحكومة الاتحادية تسعى بكل ما أوتت من قوة أن تقلل البلد يستقر أمنيا يستقر سياسيا لعله يتحقق استقرار اقتصادي من خلال هذا العمل ولكن لا بد أنه ننظر البعيد ونأخذ الحذر والحيطة في حركة الدواعش من خارج العراق ومتابعة الحواظين التقصير إذا يصير هذا قد تقصير غير مقصود عدم متابعة جدية عدم بعض مناطق رخوة بعض المناطق هشة لا يستطيع الوصول لها وانت لا تنسمى يعني ما دام عمليات إرهابية ومسألة قتال أمم يعطم أساليبهم وعطم أنفاقهم وعطم المظافات وعطم مصائل النقل وعطم المالية التي ساعتم على الحركة هذه أسباب في صالح الدواعش لكن بالنتيجة عداد قليلة أنا أتوقع عودة ولكن عودة ليست كالسابق وأتوقع من الحكومة العراقية والجهات الأمنية قادرة على إيقاف تسلل وإيقاف العمليات العسكرية ومعزالة العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة تقوم على الحدود العراقية السورية وبجدية وبعداد كبيرة مستخدمين كل الوسائل اللي من شأنها تمنع التسلل داعش بشكل عام انتهى عسكريا و... يعني دكتور كاظم هو انتهى انتهى عسكريا يعني لن يحتل محافظات ولكنه سيقوم بحرب عصابات فعلا فعلا هي يعني هو مسألة التأكيد على الجانب العسكري الصرف دون حركة فكرية دون طرح آراء دون توضيح قضاء العقائدية اللي يؤمنون بها الرجوع للمصادر الحقيقية في القناعة الفكرية اللي يستوعبها الشخص لم يكن عمل فكري وعمل عقائدي وعمل آخر غير عسكري فقد يتأخر انهاء داعش بشكل نهائي تام يعني مادم موعدم أفكار مادم موعدم عقائد في وجهة نظر أغلب العراقيين مع الدواعش ومن يؤيد في الداخل عما يعلنها ما أصالح المفكار هلابد أنه بشكل عام أكثر شيء يقع الحمل على الجهات التربوية التعليمية أهمة المساجي الجوامع الإرشاد الديني توضيح مآرب داعش حقيقة الأمور نحن لم نرى من داعش إلا الدمار في محافظاتنا وعوائنا حضرتك ركزت على موضوع موضوع يعني محاربة التنظيم فكريا يعني تم محاربة هذا التنظيم بشكل عسكري لكن وصلنا إلى قناعة من أن هذا التنظيم لن ينتهي لأنه يمتلك أيدولوجيا فكرية أما آن الأوان أن نحارب هذا التنظيم فكريا يعني هو يعني آن الأوان وتأخر آن الأوان وتأخر المفروض يعني مع الحركة العسكرية توضيح عقائدهم وتوضيح أنهم قد يكون هذا الشخص اللي انتمى واتبع هذا التنظيم ومستعد يقتل روحها في سبيله وهذه لم تأتي من فراغ لابد أنها لك برامج برامج معدودة وبرامج معددة وبها دراسات ودراسات نفسية وبها دراسات علمية وبها دراسات دينية وكيفية تدريب الشخص على قبول هذا البرامج بحيث الإنسان يروح يقتل نفسه تحت عنوان معرف يعني في المسألة غريبة وتثير الدهشة يعني بعد قرن إذا جيد من الأجال اللي تلحق راح تشوف هذا المسألة راح تتعيش حالة غربة وحالة صدمة وحالة دهشة وتفاجئ من بعض العراقيين وبعض أجانب من غير العراقيين يقومون بهذا العمل داخل بلدان عربية إسلامية مستقرة ثم لن يصلون إلى نتيجة المفروض يكون تواجه بين الحركة العسكرية والعمل العسكري والعمل الأمني وحركة فكرية رصينة من باحثين وأكاديميين ودارسين للوضعية الدينية اللي يعيشوها ويوضحوا لهم الحقيقة ليش الشبان شبان نتروحيت يعني فهذه المسألة لازم يصير توازي والبدء بالحركتين وإن تأخرت الحركة الفكرية المضادة للفكر الداعشي ولكن من الممكن القيام بها وتترك تأثير وكثير منهم سيتركون السلاح عندما تحقق لهم القناعة بعدم جدوى الطريق وعدم فائدته وعدم منطقيته وعدم مسألة دينية الصرفة اللي هي إطارها العام اللي يتحقون موجبة من يقف خلف هذا التنظيم هل تقف دولة أم دول أم هي أيدولوجية فقط يعني أنا رح أقول لك أرأى الشارع أرأى الشارع يرون أنه الإمكانية المالية اللي تمتلكها والأسلحة والحركة وعمليات تجنيد المقاتلين وعمليات نقلهم من بلدان بعيدة جدا ومسألة مستزمات عيشتهم اليومية ومسألة نقلهم ومبيتهم وهذه الحركة اللي يسمونها اللوجستية تحتاج إمكانيات جدا عالية يعني من الصعوبة بمكان أي حزب أو أي حركة أو أي تيار مهما يكون قوتة بالتنظيم وإمكانية أعضاء ما يقدرون يوفرون هذه المبالغ الضخمة جدا وهذا الإعلام المدروس وعملية كثير من البلدان البعيدة عنه التشاوى للعراق وتشاوى إلى سوريا وتشاوى إلى ليبيا ويحتاجها قد يكون في سناء موجودين هذه يحتاجها ميزانية دولة فبالنتيجة الرأي البشارة البغدادي بالذات يعني ينوهون عن هذا ويذكروه يقولون هذه دولة أو الدول التقف خلفها وحقيقة الأمور هي ليست الدول ذاتها مخابرات تلك الدول هي التي تقف ذاتها وترتب الأمور والمسألة وحتى البعض وحتى البعض بعد أكثر من هذه عتم رأيه أنه يقولون حتى الأديولوجية وضعت من جهات مخابراتية في سبيل قناع الشاب أن يقتل نفسه ويدمر مدن مدن لأهله وأبناء جلدته وأبناء محافظته في دقائق بعد توليد القناعة عنده فوحده من عتم أكو رأي مطروح في شارع البغدادي أنه أكو مخابرات تقف وراء هذه الحركة الداعشية والبعض الآخر يرى لأنه أديولوجية وفكر استوعبوه وبدوا يعملون عنه بس هو يعني نحن تجي بشكل منطقي وشكل علمي يعني لا هو الداعش رح يستفاد ولا بلدنا رح يستفاد ولا مدننا رح تستفاد مسألة دمار وخراب وقتل وتشريد وعواننا العزيزة بالشوال عايشة على الخير والبرد والمطر فالمسألة مأساوية يعني من الصحوب من مكان لما تجيب إنسان بشكل سوي وتعرض للأفلام اللي حصلت عندنا في المحافظات رح يصاب بصدمة يعني رح أقول لك يصاب بصدمة واقع الحال يصاب بصدمة نعم ولكنه يعني يعني يشعر من أنه يقوم بعمل بطولي كبير ويعني الأدرنالين دائما في جسمي مرتفع يعني هذا الدافع اللي حتى لصعد الأدرنالين في الدم واندفاعها وعدم اهتمام بالموت هذه نتيجة عقائد عقائد ليس الدينية الصحيحة وليس السوية وإنما هي عقائد منحرفة هي اللي تدفع حركة هذا المقاتل أنا مارد أقول مقاتل إنما يعني 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 شأن كل عراقيين كل مواطن عراقي يرى أنه شاب يقتل من المحافظة عمل مع داعش خسارة أنت لو تجي بشكل واسع بالنظر عقلانية وابهدوء خسارة العائلته لعشيرته لقبيلته لمنحرفته لحياته فهذه المسألة مسألة أرديولوجية فعلا موجودة دكتور كاظم نعتذر لضيق الوقت دكتور كاظم اخذير المحلل السياسي والبحث في شأن العراقي كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا لكم مشاهدينا الكرام كان معكم خالد بن جاسم إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم